عش حياتك يوما بيوم انسى اخفاقات الامس واحتمالات كوارث الغد ركز فقد على القيام بكل ما تستطيع القيام به اليوم لتجعل غدك كما تتمنى ان يكون اذا اردت السعادة لا تحبس تفكيرك بماضيك فلن تغيره لا تقلق من مستقبلك فلن تتحكم به ركز على لحظتك الحالية فهي حياتك رفاق الروح ما زلتم بوسط قلبي احبابا وان غبتم وان غبنا فان الحب ما غابة هي التقوى تجمعنا وحب الله قد طابة رد الرحمن غايتنا وللفردوس طلابة ما اجمل ان ننتظر بعضنا لنجد كلمات تطفي على نفوسنا الامل بيوم مشرق نتواصل بالقلوب وان ابعدتنا الدروب ونجود على بعضنا بالدعاء وان صعب اللقاء اسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي سجدت له جباه العابدين ان يصب عليكم من نفحات الايمان وعافية الابدان ورضى الرحمن اللهم طهر قلوبنا بالايمان وزين عقولنا بالحكمة وعافي ابداننا اللهم يسر امورنا وفرج همومنا واغفر لنا ولوالدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه؟ يارب يكون الجميع بخير وبصحة وعافية بحبكم في الله وعندي ايه اليوم؟ عندي صلاتة الافوكاتو صلاتة لذيذة جدا 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 صحية تنفع لزيادة الوزن وتنفع كمان لفقدان الوزن للناس اللي بيعانوا من النحافة تنفع لهم جدا لان الافوكاتو عارفين ان كل ميد جرام منه بيعادل مية وستين سعر حراري يعني لو دخلوا على مدار اليوم في عصير في صلاتة في الاكل بتاعهم طبعا هيزيدوا في الوزن لكن الناس اللي بتحب فقدان الوزن او بتحب تحافظ على وزنها ممكن تدخلوا بطريقة غير مباشرة يعني نقص الملح الحصص تكون طبعا محسوبة لان زي ما قلت لكم كل ميد جرام من الافوكاتو بيعادل مية وستين سعر حراري علشان كده ننتبه ممكن نحط في الصلاتة اللي هم عايزين يخففوا من وزنهم نحط نص بس سمرة من الافوكاتو كده هتخلصنا من الدهون لانها فعلا فعلا صحية جدا مفيدة جدا مفيدة للحامل مفيدة لكل الناس زي ما قلت لكم لصحة القلب للشرايين الافوكاتو مصدر غني للدهون المفيدة الصحية ان احنا ناخده على مدار اليوم ممكن ناخده يوم بعد يوم كمان للبشرة مفيد 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 جدا جدا للناس اللي بيعانوا من التجعيد لو حطيتي صمرة الافوكاتو هرستيها بالشوكة مع بياض بيض حطيتيها كماسك للبشرة بيشد البشرة جدا جدا وعن تجربة يعني ناس كتير قالولي عليها وعلى فويتها فعلا فعلا بتشد البشرة بتنقي كمان البشرة يعني مش بس عن طريق الاكل كمان ممكن نستخدمها كماسك ممكن كمان المسك ده نعمله الايدينة بيشد الجلد وكمان بيحافظ على نظارته الافوكاتو برضو كمان بيكافح في مكافحة مرض السرطان لانه حلو جدا جدا ومفيد القيمة الغذائية بتاعته يعني ممكن نجزقها على كام وجبة يعني ممكن نجزقها على خمس وجبات في اليوم للي بيحبوا يدخنوا طبعا زي ما قلت ممكن نضيفوها كعصير مع الحليب مع السكر مع المية مع العسل مع المكسرات ده هيزود في الوزن اما اللي عايزين يخففوا من وزنهم فطبعا يكتفوا انهم ممكن يشربوها ممكن يحلوها بس بمعلاقة من العسل او ممكن السكر اللي هو منخفض السعرات يلا بقى نخلينا في السلطة وندخل في السلطة ونشوف ايه سلطة الافوكادو مكونة من ايه عندي سلطة الافوكادو مكونة من ايه تماطم مقطعها صغير ايه عندي كمان كزبارة طازجة ايه عندي كمان خص ممكن نحط جرجير ايه عندي طبعا سمرة الافوكادو هي اهم حاجة ايه عندي خيار مقطعها صغير ممكن كمان لو عندنا جزر نحط فيها بس ما نكترش في الجزر لان سعراته برضو عالية شوية لللي عايزين يخفضوا من وزنهم ايه عندي كمان درة عندي عصير لمون طبعا نكتر من اللمون عندي ملح وفلفل اسود السلطة دي بتتقدم في اشهر المطاعم سلطة حلوة جدا ايه ممكن ناكلها مع بيتسا ايه ممكن ناكلها مع دجاج مشوي ايه ممكن نحط لها كمان فلفل الوان ايه يعني زي اي حاجة عندك ممكن تدخليها سلطات خضروات ممكن تحطيها فيها زودي من عصير اللمون الليلي من الملح ايه ممكن كمان نحط لها خل ايه حلوة جدا جدا سعراتها الحرارية زي ما قلت لكم اولي لا السلطة دي صحية جدا لللي عايزين يخففوا من الوزن ايه كمان ممكن لللي عايزين يزودوا في الوزن طبعا هيزودوا في الدرة ايه طبعا هيزودوا في الافوكادو بدل ما هياخدوا نص واحدة هياخدوا صمرة كاملة ويحطوا عليها ملح ممكن يحطوا معلقتين ميونيز علشان اللي يحب يزود في الوزن لكن انا عملاها اليوم صلطة صحية ان شاء الله تناسب اللي هم بيقللوا في وزنهم يلا مع بعض نشوف بقى ازاي طريقة صلطة الافوكادو بجيب صمرة الافوكادو زي ما انتو شايفين كده اه هي انا سبتها تستوي شوية هي المفروض ما تسيبهاش مستوية كده للدرجاتي بس انا سبتها صراحة في التلاجة بس ما تعملوش زي طبعا اه تكون مستوية بس مش للدرجاتي المفروض كده غلط ان احنا نسيبها كده بس انا بحب اكلها كمان تكون مستوية لكن خلوها تبان لونها الاخدر انا بحب لونها الاخدر جدا بس المرة دي سبتها شوية اه هقطعها بالشكل اللي انتو شايفينه كده زي اكني بقطع المنجا لما تكون عندي فيها اللحم بتاعها ده وهنزله طبعا هنا ننزل مع بعض الخاص اللي عندي وهنزل كمان بقدونس او كسبرة حلوة جدا مع السلطة دي هنزل الطماطم اللي انا مقطعها صغير وهنزل الدورة كمان وحطيت سامريت الافوكادو هحط شوية من الملح وطبعا ايه اقلبها كويس جدا مع بعضها وهحط الفلفل الاسود الفلفل الاسود بيديها طعم حلوة جدا انا كلتها مرة في مطعم وفعلا فعلا عجبتني كلتها في مطعم بيتزا فبيحطوها معاها طعمها لذيذ جدا مع عصرة لمونة طبعا وشوية من الخل اللي بيحب يحط لها مايونيز طبعا هيزيد لها قيمة غزائية للناس اللي بيحبوها لكن اللي عايزين يخففه من الوزن خلاص مش ضروري مايونيز في الوصفة دي ممكن تتاكل كده مع دجاج مشوي مع الحاجات اللي زي دي مع كبدة السلطة دي لذيذة جدا مع بيتزا زي ما قلتلكم يعني بتتحط في اشهر المطاعم ويلا بقى نحطها مع بعض في طبق التقديم هحطها زي ما انتو شايفين كده في طبق التقديم سلطة بجد بجد لذيذة انا عن نفسي بحبها جدا بجد لو جربتوها هتحبوها اول مرة هتلاقوا طعمها غريب شوية لكن بعد متتعودوا عليها من تاني معلقة هتلاقوا طعمها لذيذ جدا ممكن كمان اكلها مع شيف سي او اللي هي رقائق القفز دي المشبعة يعني فعلا فعلا ممكن تتعامل كواجبة الوحديها لو كالتيها مع رقائق القفز المشبعة ان شاء الله انا هعمله لكم في وصفة تانية بيبقى لذيذ جدا انا كده باكلها كواجبة الوحديها مع تلات رقائق مشبعة تلات حبات بتكون كده واجبة كاملة متكملة يعني اتمنى ان صلطة الافو جادو تكون عجبتكم وان شاء الله الناس اللي بيتبعوا ضايت او حمية لو عملوا الصلطة دي هيحبوها جدا قللوا من الملح كتروا من الخل واللمون لو ما فيش قلم في معدتكم او اي شي ان شاء الله الصلطة دي هي تعجبكم جدا جدا اتمنى ان هي تعجبكم وتجربوها ان شاء الله اذا عجبتكم تنسوش لايك اشتراك في القناة تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله بحبكم في الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة